وأخيرا خبر صار لغير المدخنين مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة من المقرر أن يقرر في مجلس النواب فماذا يحمل القانون الجديد الذي خصصت لدراسته مئات الجلسات منذ أن طرحه النائب عاطف مجدلاني في العام 2004؟ هذا القانون في مواد كثير مهمة في مادة تمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل بعد سنة من إقرار هذا القانون بيصير ممنوع التدخين بالمطاعم والمقاهي والملاهي إلا أن القانون لم يلحظ الصورة التي توضع عادة على علاوة السجائر وكان الاكتفاء بكتابة تحذيرية على مساحة 40% على العلبة بالاتفاقية الإطار اللي أبرمى لبنان سنة 2005 الصورة ليست واردة واردة أن مساحة التحذير تكون بين 30% و50% نحن عمليها 40% الآن موضوع الصورة صار فيه نوع من التذكير والاعتراض من مين إجا الاعتراض؟ الاعتراض إجا من إجاة حصر التبغة والتنبك تخوف من أن هذه الصورة تأثر على المبيعات وتزيد التهريب بعض الهيئات والجمعيات اعتبر أن المادة 16 من القانون تعد ثغرة كبيرة وبالتالي يجب تعديلها لأنها لا تفرد غرامة على أصحاب المطاعم والملاهي بل تكفي بتغريم الشخص المخالف الذي يدخن في مكان عام مغلق الأهمية بهذا الموضوع الآن ممنع تقدر الحكومة أو الجهات المختصة بهذا الموضوع تقدر تطبق هذا الإنون إذا كان العقوبة بس على الشخص بينما إذا كان صاحب المحل مسؤول وعرف أنه في غرامة راح تجي عليه إذا فات مرائب ساعتها صاحب المكان بيساعد بتطبيق القانون وهناك إمكانية أن تكون الأماكن العامة مليئة بزبائن مدخنين أغنياء يرشون أصحاب المطاعم الذين ليست من مصلحتهم أساسا إثارة استياء زبائنهم الأغنياء والعبرة تبقى في التنفيذ ترجمة نانسي قنقر